اشتركوا في القناة وبركاته وحييكم من نصر المحروسة دائما وابدا باذن الله بلاد الطب والاطباء وقبلة الشفاء في كل الوطن العربي من المحيط الى الخليج موعدنا المعتاد زي كل يوم جمعة الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة علشان نتكلم مع بعض عن اسرار الالم بنتكلم ازاي بنقدر نعالج الام الانزلاق الغضروفي بدون جراحة ازاي بنقدر نعالج الام دي قناة النخاع الشوكي بدون جراحة ازاي بنقدر نعالج الام دي التهاب عرق الناسة بدون جراحة بنتكلم ازاي بنقدر نعالج كل هذه الام عن طريق العلاج الدوائي وليس المسكنات وليس الكورتيزون بنتكلم ازاي بنقدر نعالج هذه الام عن طريق حقن جزور الاعصاب وليس حقنة الكورتيزون سيئة السمعة بنتكلم ازاي بنقدر نعالج عن طريق التردد الحراري وليس عن طريق كي الاعصاب وحرق الاعصاب وكي الغضروف برضو بنتكلم ازاي الناس اللي عملوا جراحات الانزلاق الغضروفي ورجع لهم الالم تاني بعد الجراحة نتيجة ان الغضروف رد تاني او طلع له غضروف جديد او في النهاية يبقى عنده غضروف مرة تانية او غضروف مرتجع او اذا كان حصل له تلايفات والساقات او اذا كان حصل له اعلام بسبب تزحزح الفقرات وجراحة الشرايح والمسامير بنتكلم ازاي بنقدر نعالج هذه الاعلام بدون جراحة بنتكلم برضو عن مفصل الرجبة وازاي بنقدر ان احنا نتجنب جراحات مفصل الرجبة عن طريق حقن البلازمة او الPRP او البلازمة الغنية بالصفايح الدموية في الرجبة عن طريق حقن المادة الجلاتينية في الرجبة ودول مش حقنة الكورتيزون ابدا ومحدش يحقن كورتيزون في الرجبة ابدا وايضا عن طريق التردد الحراري بنفكركم بالصفحة بتاعيتنا على الفيسبوك دكتور محمد يوسري المركز المصري لعلاج الالم بندخل على الفيسبوك المركز المصري لعلاج الالم علشان لو انت محتاج اي معلومات تعرفها بعد الحلقة او ما شفتش الحلقة يبقى ممكن انك تدخل على صفحتنا على الفيسبوك تقدر نتواصل مع بعض على الفيسبوك نقدر ان احنا تشوف الفيديوهات وتشوف المحاضرات وتشوف اي كومنت او اي حاجة تقدر ان انت تتابع بيها لينا برضو قناة على اليوتيوب بندخل على اليوتيوب بنكتب محمد يسري باللغة الإنجليزية محمد يسري بس باللغة الإنجليزية بتطلع القناة بتاعتنا بتشوف فيها كل الحلقات اللي فاتتك بتعرف فيها كل المعلومات كل حلقة وكل محاضرة لها عنوان انت بتشوف اهتمامك لو انت عايز تسأل عن الرجبة اشوف المحاضرة بتاعت الرجبة لو انا عايز اسأل عن ان حد عمل عملية غضروف وفشلت ولا حاجة بيعالجوها ازاي حلاقي برضو الحلقة المحاضرة بتاعتها موجودة والشرح موجود وبننصح كل الناس ان هم قبل ما ييجوا العيادة وقبل ما يزورونا يزوروا صفحتنا على الفيسبوك ويسمعوا المحاضرات على اليوتيوب يسمعوا الكلام لان لو انت جيت العيادة وانت مش فاهم الدكتور ده تخصصه ايه او الدكتور ده بيشتغل ايه او ايه الحقنة او ايه التردد ممكن ان انت ما تبقاش فاهم الموضوع وممكن ان انت تضر نفسك ممكن حاجة زي كده طيب في ناس كتير برضو بتبقى عايزة تعرف معلومات قبل ما تيجي وده حقها الكتاب بتاعنا ممكن ندخل على الانترنت عموما او على صفحتنا على الفيسبوك برضو او على الانترنت منكتب كتاب الاستاذ الدكتور محمد يوسري تمام اصرار الالم وبيبتدي يطلع لك الكتاب تقدر تقرأه تقدر تعمله دونلود تقدر تنزله عندك على الكمبيوتر تقدر فيه شرح كل الامراض اللي بتتعالج وازاي بنعالج عبدون جراحة والغضروب بيعمل ايه كل الحاجات دي قبل ما تسأل لان فيه ناس بتستسهد ويقوم داخل على الصفحة ويسأل السؤال بتاعه قبل ما تسأل السؤال بتاعك لان اجابة السؤال بتاعك هتاخد مني على الاقل ساعة عشان تفهمه مش عشان انت مش فاهم ولا حاجة لا عشان تاخد حقك في اجابة السؤال لازم تاخد ساعة على الألف فطبعا انا مش ممكن هكتبلك كلامي كاف في ساعة فانت يفضل قبل ما تسأل اي سؤال على الفيسبوك يا ريت ان انت تشوف الكتاب تقرأ هياخد منك بالضبط في القرية عشر دقايق كل الكتاب حضرتك هتخش على اليوتيوب تسمع المحاضرات قبل ما تسأل سؤالك لان انا بكتشف ان فيه ناس بتخش تسأل سؤال انا لسه قيله يعني انا كاتب في البوست بنعالج كذا انا ايه بيسأل نفس السؤال كأنه وقراشة سطر اللي قابليه فيفضل ان حضرتك تقرأ كل الكلام فيه ناس بتبعت لنا عايزة تعرف أسعار الحاجات وده حقك طبعا قبل ما تسيب بيتك انك تعرف الأسعار لكن ما نقدرش ان ننشرها على الفيسبوك ارجوك ابعت رسالة ما تكتبش كومنت فيه ناس بتدخل تكتب تعليق كده انا عايزة اعرف سعر كذا ما احنا مش هنقدر نجاوب على حضرتك لان ده تعليق الناس كلها شايفها فما ينفعش ان احنا نتكلم بهذا الشكل التجاري ابعت رسالة صفحتنا على الفيسبوك هتلاقي ايكون كده او هتلاقي زرار مكتوب عليه رسالة او ارسل رسالة ابعت اقول انا عايزة اعرف الأسعار هنبعث لك أسعار كل حاجة لكن ما تقولش في تعليق يعني احنا كتبين ما حدش يكتب تعليق بنلاقي الناس كتبة تحتيه على طول عايزة اعرف الأسعار واحنا كتبين بنقوله لو سمحت ابعت رسالة بلاش تبعى التعليق يقوم باعي التعليق في ساعتها اول ما يقرأ ان احنا بنقوله ما تبعادش تعليق يقوم باعي يكتب تعليق انا عايزة اعرف الأسعار فياريت ان احنا اللي عايزة يعرف الأسعار كلها من اول الكشف الكل الحاجات اللي بنعملها ممكن ان هو يبعت لنا رسالة واحنا هنرد عليه بكل الأسعار تمام ده الكلام ان احنا كنا عايزين نتكلم فيه في بعض الاسئلة اللي هي بتيجي على مدار الأسبوع برضو على الصفحة على الفيسبوك فبنجاوب عليها في البرنامج علشان كل الناس تستفيد او اللي عنده سؤال زي كده اول خطوة علشان يعالج الانزلاق الغضروف احنا قلنا ان الغضروف دوت بينشف لوحده صح كده الناس اللي متابعانا على طول الغضروف ده ما تعملوش جراحة الغضروف بيطلع من مكانه بيلمس العصب بتاع الرجل بيعمل تنميل وشكشكة وحرقان وكهربا تمام اشيل الغضروف ده لا ما تشيلوش لانه هيرجع لوحده انت تسيبه ينشف وهو هتاخد منه نفس النتيجة بس هتبقى ضامن انه مش هيرد تاني يبقى انا اسيبه اعالج التهاب الاعصاب واسيب الغضروف معملوش جراحة خالص خالص تمام هو لما انا اقل المجهودي هينشف لوحده وحيدمر لوحده تمام فانا اخدت نفس النتيجة الغضروف بعد عن العصب لكن لو انا شلته بعملية هيرد تاني يوم يطلع تاني من مكان طيب حيتكلم دايما يعني هم يلغوا العملية عملية الغضروف وحشة يعني هي وحشة للي مش محتاجها لكن في حد محتاجها مين اللي محتاجها اللي عنده شلل اللي عنده شلل او عنده سقوط في القدم فدايما اللعب بالالفاظ هو اللي بيخدع المرضى يخليهم يروح يعملوا جراحات وحاجات زي كده ازاي بقى لما احنا نقول يا جماعة اللي يعمل عملية الغضروف هو اللي عنده شلل يقوم يتكلم واحد او دكتور وعايز يعمل عملية يقولك وانا حاستنى مما يجيله شلل انا عايز اعملها قبل احسن الحالة تتطور ويحصل ومش عارفين طب كويس قوي عايز تلحقها قبل ما تتطور قبل ما بيحصل شلل بيحصل حاجة اسماء سقوط في القدم يعني ايه سقوط في القدم تلاقي مشت رجلك سقط منك كده وما انتش عارف ايه تتحرك لما ده يحصل ده بيحصل قبل ما الشلل يجي بشهرين لما يحصل سقوط القدم تمام يبقى ساعة هتروح تعمل عملية لكن مش يبقى انت ما عندكش سقوط قدم عندك شوية وجع وتنميل وحرقان وشكشكة وتروح تعمل عملية ليه تقول اصلا انا خايف لا تشل وهو انت قبل ما تتشل انت مش هتتشل على طول بعد الشر يعني ان شاء الله ما فيش حاجة زي كده هيجي لك سقوط في القدم وبعدين لو احنا يعني شفنا حاجة زي كده الموضوع ده نادر جدا يعني الغضروف يعني نادرا نادرا 8% منه بس الناس اللي بتحتاج جراحة اللي هما بيجي لهم سقوط في القدم لكن هل انت عمرك حد قريبك او حد جارك لان دايما انا بكلمكم من واقع الحالات اللي بشوفها في العيادة والاسئلة اللي بتجيلي على الفيسبوك جالي حد في العيادة فبيقول لي طب انا من كتر ما هو خبوفوني انا حعمل العملية حسن يجيلي شلال طب ما بعد العملية حيجيلك تلايفات قال لي حجيلك بقى تحقني وكل حاجة بس انا مرعوب يعني انت موافق انك تعمل عملية وتفشل وجيلي حقنك بعد العملية طب تعمل عملية قال لي ما هما من كتر ما قالولي انه ممكن ييجي شلال قولت له قبل الشلال ما ييجي هيحصل سقوط في القدم تمام فانت ليه الكلام يرعبك ما الناس ماشية كل ما بيروح لدكتور بيقول له هعمل لك جراحة الغضروف احسن هيجيلك شلال صح التهديدات دي عملين بيهديدوها للناس كلها مين فيكم من الناس اللي بتتفرج على التلفزيون يعرف واحد قريبه ولا صاحبه ولا واحد في الحي ولا كده جالوا شلال ما عملش العملية فجالوا شلال هتلاقي نفسك ما تعرفش حد لان النسبة ضئيلة جدا نسبة نادرة جدا اللي ممكن يحصل لها شلال فانت لما توقع تفكر كده هتلاقي كل الناس قالوا لهم اعملوا عملية ليجيلكوا شلال طب انت بقى في حد قريبك ولا صاحبك ولا معرفتك هتلاقي طبعا بس بقلة قليلة جدا يعني بس انت نادرا كل ما اسأل حد يقولي لو والله ما عرفش حد جالوا شلال من الغضروف خالص أنا ما عرفش حد فقلتله طب انت مسدق ليه دايما كلنا الوهم دو لكن حتبص تلاقي نفسك ما عندكش حد تعرفه اساسا يقولك أسلو الغضروف جاب له شلال مش هتلاقي حاجة زي كده خالص نسبة موجودة طبعا هي موجودة يعني بس هتلاقي من كل ما هي نادرة مش هتلاقي حد انت تعرفه اساسا جالوا شلال من الغضروف لكن هتلاقي المئات والألاف اللي عمل جراحة الغضروف والوجع ساق أكتر من الأول وقال لك ما تعملش العملية هتلاقي كتير بقى يعني أنت لو قعدت تفكر أنا عرف حد تشلم الغضروف مش هتلاقي نفسك تعرف حد طب عرف حد عمل عملية الغضروف وفشل كتير هتلاقي ناس كتير جدا بهذا الشكل تمام؟ طيب اللي عمل عملية الغضروف طب أنا عرف واحد هتلاقي واحد بيقولك كده أنا ابن عمتي عمل عملية الغضروف وبقاله سنة كويس طب ماشي يعني إن شاء الله ربنا يا رب يديم عليه الصحة والعافية لكن هو ممكن الغضروف يرد بعد سنتين ثلاثة ممكن يحصل له تلافات بعد سنتين ثلاثة العبرة كلها أن أنت تقول لي إيه لا ده عمل عملية الغضروف من عشر سنين وبقى كويس حنلاقي برضو بس حنلاقي نسبة قليلة جدا تمام؟ فأنت ما تحكمش لأن دايما المريض بيعمل إيه هو بيغرر بزميله وهو ما يعرفش أو يغرر بأهله وهو ما يعرفش عمل عملية الغضروف فالغضروف اتشال بعد عن العصد كويس فهو فات عليه ثلاثة أربعة شهر كويس يا جماعة عمله العملية ده أنا زي الفل يا جماعة عمله العملية هو الغضروف حيرد تاني أو حيحصل تلايفات والتساقات تمام؟ فطول ما هو كويس عد شهر جاب اثنين ثلاثة للدكتور عد شهرين أهو كويس بقاله شهرين يلا اللي بعده يروح بقاله بقاله أول ما يجي سنة ينهرب يدى الوجع رجع أكتر من الأول الوجع يزيد في ساعتها يخرج من العمليات تعبات فطول ما هو كويس في الأول هو عمال يقول للناس يعملوا عملية ده العملية حلو فالدنيا شغالة الناس بتروح تعمل عمليات أول ما يتعب أو يحصلهم خلاص بقى الغضروف رد تاني قولهم لا 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 ما حدش يعمل عملية يقولوا الله يسمحك ما انت خلتنا رحنا عملنا عملية زيك قالوا ما أنا كنت مرتاح ما عدت لي سنة مرتاح فدايما بنلاقي المفارقات دي في حد بقى ابتدى يسألنا لما حد يكون بياخد مسكن الكورتيزون ما يقولش أنا بتعالج لأ انت ما بتتعالجش انت بتضر نفسك فبناخد علاج التهاب الأعصاب اللي ما بيرتحش عليه هو في حد ما بيرتحش طبعا فيه 60% ما بيرتحوش و40% بيرتحو اللي ما بيرتحش بنعمله حق نجزور الأعصاب وحق نجزور الأعصاب ده مش حقنة الكورتيزون سيئة السمعة يعني ما حدش يقول أنا خدت حقنة كورتيزون في ظهري عند الدكتور فلان في مستشفى فلان ويقول قصة هو ده الحقن اللي أنا بعمله لأ انا ما بنعملش الحقن ده حقن الإبيديورال بالكورتيزون مش هو حقنة الكورتيزون سيئة السمعة ودي نسبة نجاحها 70% كل ميت مريض 70 بيرتحه و30 ما بيرتحوش اللي ما بيرتحش بنعمله التردد الحراري التردد الحراري برضو بيعالج التهاب الأعصاب نسبة نجاحه 90% يعني كل ميت مريض 90 بيرتحه و10 ما بيرتحوش يبقى احنا عندنا نسبة فشل 10% يبقى المرضى اللي بيجولي تمام 10% منهم ما بيرتحوش ما بيرتحوش يعني حيرتح مع الوقت ما احنا خدوا بالك وما احنا اتفقنا ان الغضروف مش مرض كل الناس عندها غضروف 95% من الناس عندها غضروف لو عملتلو رانين تلاقي عنده غضروف ما بيشتكيش لان الغضروف ما لمسش العصب انت يا حبيبي مش هتخفى من الغضروف هيفضل طول عمرك عندك غضروف لان ده سنة الحياة الغضروف ده سنة الحياة ان يبقى عندها غضروف فانت كل ما الغضروف بتاعك يلمس العصب هتتعب وتروح للدكتور يعني انا لو حقانتك تمام هخفف العصب دلوقتي لكن هيرجعلك تاني لما انت تهمد انا مش هتدعي ولا اضحك عليك ولا اقولك ان انا لما حقانت مش هيرجع الوجع تاني لا طبعا هبقى انا كداب لا احنا هنعمل علاج للعصب بالحق او علاج للعصب بالتردد الحراج طول ما انت كويس ومؤدب وما بتخليش الغضروف تلمس العصب فهمني يبقى انت هتفضل مرتاح ان شاء الله عشر سنين هتبتدي تلعب بديلك وتعمل مجهود وا وا وتخلي الغضروف يلمس العصب هيرجعلك الوجع تاني انا ما بوعدكش بحاجة لان انا ليه بقول كده وبرضو الجراح يعني انت لما بتروح للجراح عندها الغضروف لمس العصب عمل التهاب في العصب فهو هيشيل الغضروف هو بيشيل الغضروف مش علشان هو عارف انه هيرجع تاني يعني هو بيشيل الغضروف عشان يعالج التهاب العصب حاليا ده الفترة دي طيب حفظ المرتاح قد ايه لغاية لما الغضروف يرد تاني لغاية لما يحصل تلايفات والساقات لغاية لما يحصل تزحزح في الفقرات واحتاج عملية شراح ومسامير يعني القصة كلها يد كترة سواء انا او غيري احنا بنعالج الموقف اللي موجود انا مش هتدعي ان انا بعالج الغضروف لان الغضروف مالوش علاج وليس مرض الغضروف ده تفضل عايش بي طول عمرك محافظ عليه ما يدايقكش لكن اشيله عشان اخلص منه طب ما انت عندك اللي فوق حيطلع لك واللي بعدين حيطلع لك مش هتخلص فقصة الجراحة في الغضروف ما هيش الحل المثالي ابدا ابدا طيب ليه بقى لان انا في واحد كيه قال لي انا عملت هو بعيدت لي رساله على الفيسبوك انا عملت حقن وتردد عندك من سنتين انا حفضل انا كويس لغاية دلوقتي انا حفضل متحسن قد ايه قلت له معرفش لغاية لما انت تعمل حاجة غلط تخلي الغضروف يلمس الحصب تاني لكن انا معرفش وطبعا بيشكرني يعني بيقول لي ايه انا بقال لي سنتين مرتاح ما اخد بالك السنتين دول الفضل فيهم لله سبحانه وتعالى ثم للمريد مش للدكتور يعني انا بعمل اللي علي وخلاص لكن انت بقى فضلت مرتاح سنة اتنين تلاتة اربعة الفضل لله سبحانه وتعالى ثم للمريد هو اللي بيحافظ على نفسه فالراجل اللي باعت يقول لي انا بقى لي سنة متحسن عملت عندك حقن وتردد حلالي ومتحسن بقى لي سنتين انا اللي بقوله متشكر جدا جدا انك محافظ على نفسك سنتين واستمر في حياتك اللي الكويسة دي هتفضل مرتاح عشر سنين وعشرين سنة وربنا يديك لعمر فانت هتفضل مرتاح قد ايه دي بقى بتاعت بتاعت ربنا سبحانه وتعالى ثم المريد مش بتاعت الدكتور الدكتور بيعمل نفس الحكاية انا بعمل نفس الحقن والتردد الحلالي لحد بيرتاح وفي واحد تاني ما بيرتحش تمام عشر في الماء ما بيرتحوش تسعين بيرتاحوا تمام طيب اللي يرتاح هيقعد مرتاح قد ايه هيقعد مرتاح طبعا اللي شافت تسعين ربنا سبحانه وتعالى مش أنا لان انا عملت برضو نفس الشغل ده للعشر التانيين وما خفوش فربنا مش رايز يبقى ربنا اللي بيخفف مش الدكتور طيب هقعد مرتاح قد ايه هتفضل مرتاح طول ما انت مؤدب طول ما انت كويس فالسنتين هيبقوا عشر سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة وربنا يديك الصحة والعافية طيب في سؤال تاني جالي برضو حد بيقول لي ايه اه واحد عملت له حقن من شهر حقنه جذور اعصاب مش حقنة كورتيزونيا فهو بيتكلم في التليفون طبعا الناس لما بيجوا العيادة عشان نعمل لهم حقن بقول له طيب احنا هنعمل الحق الحقن ده بعالي جبيل تهاب الاعصاب المواد اللي بتتحقين كذا وكذا وكذا وموجودة في الكتاب اللي موجود معاك اهو ده في العيادة نسبة النجاح سبعين في المية يعني فيه سبعين واحد بيرتاح وتلاتين واحد ما بيرتاحوش لو حضرتك طلعت من السبعين واحد تشكر ربنا سبحانه وتعالى ما تشكرنيش انا لو طلعت من التلاتين اللي ما تحسنوش تشكر ربنا سبحانه وتعالى وبرضو ما تزعلش مني انا لاني انا مش السبب في انك مرتحتش كويس بنقول الكلام ده لكل الناس اللي هتعمل حقن فانا ما بنسهوش الكلام ده استنبه ولازم اقولها لكل واحد عشان يبقى ضميري مرتاح وانا بعمله حقن او تردد او اي حاجة فهو بيتكلم في العيادة قال له ايا دكتور انا عملت الحقن بقالي شهر مثلا وخمسة ايام يعني عدى الشهر بيومين ثلاثة او خمسة ايام وما تحسنتش قلت له طيب ندي فرصة شهري كمان لو ما تحسنتش يبقى انت من التلاتين اللي ما تحسنوش طب ليه يا دكتور انا ما تحسنتش قلت له انا قلت ايه ده الراجل ده انا ما فهمتوش ولا ايه ده انا ما بسيبش واحد اللي ما بفهمه قلت له قدر الله ومشاء فعل يعني انت من التلاتين اللي ما تحسنوش مش انا قبل الحقن قلت لك ان في سبعين بيرتاح وتلاتين ما بيرتاحوش قال لي اه انت قلت له طب انت ايه اللي خضك يعني معادي يعني ايه المفاجأة في الموضوع طبعا الوجع قال لي يعني بالحقن قال مش زي الاول بس هو عايزه يروح خالص يعني ايه المفاجأة في كده قل لي اصلا انا كنت متوقع ان هو قلت له طب ما انا قلت لك حط كل الاحتمال هتحط احتمال ان انت تطلع من السبعين اللي هيتحسنه وبرضه حط احتمال انك تطلع من الثلاثين مش هيتحسنه يعني ايه اللي يخليك اقول انا الدكتور اللي بعمل اقولك حط احتمال انك ممكن ما تحسنش تقول انت ما تحطوش ايه اللي خليك تفكر كده انت بتتكلم دلوقتي هل انا تحكت عليك او قلت لك حاجة او كده ولا في ايه قال لي اصل بصراحة انا هقول لحضرتك اصل انت حق انت عندنا في البلد هو من البحيرة حق انت عندنا في البلد اتنين وعشرين واحد اللي اتنين وعشرين واحد زي الفل حقنوا وبقوا زي الفل وانا ما خفتش ده هم كانوا بيتمموا الشهر بيقوموا يجروا وانا اللي ما خفتش قلت له طيما الموضوع بسيط اللي اتنين وعشرين دول في السبعين واحد اللي بيرتاحوا انت في التلاتين اللي ما ارتاحوه وانا قلت لك الكلام ده واللي شافة للتنين وعشرين واحد ربنا سبحانه وتعالى مش أنا واللي ما قرد لكش السفة ربنا سبحانه وتعالى وبعدين انت بتقول ان الوجع اساسا قالت وانك اصبر شهر كمان لو قاله هتبقى من الاتنين وعشرين واحد يبقى تلاتة وعشرين واحد في بلدكو حقنتهم وبقوا كويسين فما ينفعش ان الدكتور يفهم المريض والمريض مش عايز يفهم فانت لازم تفهم اول حاجة طبعا هو في قرارة نفسه الدكتور محمد كل ما بيحقن واحد في بلدنا بيخف ده الدكتور محمد ده كويس لا ده هو ربنا اللي رأيت لهم يخفه مش الدكتور محمد اللي كويس فانت مدام انية بتاعتك جات الشرك الخافي ده حاجة سيئة جدا ان انا رايح للدكتور محمد عشان فيه اتنين وعشرين كل اللي حقن عنده خف يعني من البلد دي بقى انت كده دخلت في علاقة مع ربنا مش مزبوطة محدش يظن ان الدكتور محمد هو اللي بيخف في الناس انا بعمل لده زي ده زي ده ده بيخف وده ما بيخفش ربنا اراد لده وما ارادش ده فانت ما تنفعش ان انا اقول لك كده تقوم انت تقول لي طب ما انت حق انت كل الناس اللي بلدنا وخفوش معنا ما انا قلتلك ان فيه ناس ما بترتحش ده اول حاجة طيب فيه برضو حد بعيدتلي من العراق وبيسألني بيقول لي فيه جهاز شد الفقرات في بعض الدول العربية بيعملوه مش عارفة طبعا فيه في دبي والبحرين وكده فيه اجهزة الاجهزة دي مش يعني عشان برضو نبقى احنا ضاقيقين يعني هي ما هواش سحر زي ما تقول لان انا اكتشفت ان الناس بتدفع فيها فلوس كتير قوي وبيعملوا جلسات كتير قوي ويسافر لغاية دبي او يسافر للبحرين او للكويد او كده عشان يعملوا ده حاجة عادية زي اي حاجة ممكن تنفع او ما تنفعش فلما هو المشكلة في ان اللي بيعملها بيروج لها على انها ثورة وعلى انها سحر فمن النهاية ما تعملهاش يعني ما تدفعش حاجة في قيمة فلوس فحاجة ما تسويش الكلام ده فانت في الاخر جهاز شد الفقرات او تصبيت الفقرات او استعدال الفقرات الهم ما بيناموا عليه ويقعد يلعب في دارهم ده او مش عارف ايه ده كلام مش مزبوط خلاص اتفقنا تمام والله عايزين يعملوه بخمسين ريال كفاية قوي عليك هم سيدي اكتر من كده لا يبقى انت كده بتحمل نفسك في قطاتك هو ممكن يجيب نتيجة او ما يجيبش نتيجة عادي يعني زي اي جهاز عليك طبيعي فانت ما تظنش ان ده حاجة كويس طيب حد برضو كاتب الليزر جهاز الليزر ان احنا نعمل اللي هو حقن الاعصاب بالليزر او في الركبة الليزر في الركبة جهاز الليزر بتاع الرجبة طبعا في حاجات كتير احنا لو قعدنا من هنا البكرة نتكلم هنلاقي ايه الليزر ومش عارف ايه وايه وايه انت في النهاية طيب جهاز الليزر ده انا برضو دخلت اشوف لان انا في سنة 2006 كان كنت في امريكا وشفت الراجل الالماني اسمه ويبر او فيبر هو اللي اخترع الجهاز وكننا في المؤتمر وراجل كبير كده وبعدين قلت له الجهاز ده قال لي ده بيعالج آلم الركبة وبيعالج آلم العمود الفقري وبيعالج قلت له والله ده حاجة حلوة ده ده شغلي يعني كويس والجهاز الليزر ده وانا اللي مخترع وكده قلت له طب الجهاز ده اتجرب فين هو الماني الراجل الماني فقال لي الجهاز ده موجود في المانيا وانا بتقول له طب انتو جربتوه فين فين الابحاث بتاعت وفين الكلام ده جاب لي ابحاث كتير قد كده وكان ماشي جنبي دكتور صغير دكتور علاج قلم بمرنه صغير كويس الدكتور الصغير ده ماشي جنبي فبعد ما انا شفت جهاز الليزر ومش عارف ايه وكده ولقيت الابحاث كلها عاملها الراجل اللي مصنع الجهاز طب انت ممكن تبقى غشاش يعني انت عايز تبيع الجهاز خصوصا ان انا اعرف ده كترة علاج الالم في المانيا طب ما بيشتغلوش ليه بجهاز الليزر بتاعكش معنا عايز تجيبه لنا مصر ليه عايز ده انا اشتغل بيه في مصر والدول العربية وماشي جنبي الدكتور الصغير اللي هو كان في سنة 2005 يعني بيتعلم مني او صغير مصري وبعدين فان مهم في الاخر شفت الجهاز وكلمت الناس الالمان ومش عارف ايه طالعني هو في الاخر بيه مش قد كده يعني حندفع فلوس وندحك عن الناس ونقول لهم تعالوا حنعمل لكم بالليزر ونتيجه زي اي حاجة فخلاص عايز والله تجيب الجهاز رخيص وندفع الناس خمسين جنيه ونعمل لهم ليزر اه لو ما جابش نتيجة يبقى خلاص اهلا وسهلا لكن انت عايز نعود اعمل بقى وعندنا جهاز ليزر وبنعمل وبتاقي حتى الولد اللي بيساعدني او الدكتور اللي بيساعدني الوقت يا دكتور كبير وعندت وبيعمل حاجات كده قال لي طب يا دكتور محمد طب ما نجيب جهاز الليزر ده ده الناس بتحب الليزر قوي ونعمله دعاية وطولوا يا ابني ما انت كده هتبقى نصاوا بإيه اللي تعمله دعاية هتقول لهم ايه عندي جهاز ليزر تعالوا جربوه ما عرفش هيخففك ولا لا قال لي لا ما نقولش كده احنا نقول جهاز الليزر الحديث الالماني اللي مش عارف ايه اللي سبع رجالة في بعض قلتوا طب ما كده انت نصاوا انت عارف انه هو يعني ممكن ما يحسنش حاجة فلازم تقول للناس لو انا هجيبه اقول للناس تعالوا جربوا الجهاز ده ممكن تخف او ما تخفش قال لي لا ده كده الناس مش هديك قلت له يا ابني اتعلم من وينت صغير كده اللي هو الدكتور ده اللي هو دلوقتي دكتور كبير على النت وكده يعني يا شاء السميع العليم جالي رسالة من احد الناس يا دكتور محمد الليزر بتاع الركبة قلت له يا ابني ما فيش حاجة اسمها ليزر في الرجبة ده المريض قال لي لا خش على الموقع ده هتلاقي فيديو للدكتور فلان بيعمل ليزر للركبة دخلت على الفيديو طلع الراجل الولد او الدكتور اللي كان ماشي جنبي في المؤتمر وانا بقول له ما تجيبش جهاز الليزر ما تنصبش على اهل بلدك مش عشان الجهاز الماني يبقى كويس وا 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 عامل فيلم فيديو ان هو بيعالج بالليزر وبيحط الليزر في الرجبة هو الجهاز اللي انا قلت له ما تجيبش فده قصة الليزر تمام اللي عايز ايه كان عايز يسأل عليه طيب شفت الغضروف شفت الغضروف حد بيقول لي انا عايز شفت الغضروف وبكامل كده شفت الغضروف انا كنت بعمله كنت شفوا كلمة كنت لغاية قريب وبعدين بطلت عميله ليه بقى لانه مكلف جدا بيكلف الناس مثلا 16 الف 15 الف جنيه طب نتائجه حلوة ما بنقولش وحشة ولا حاجة بس هي نفس نسبة فشل التردد الحراري يعني لو احنا دلوقتي نسبة نجاح التردد الحراري 91% وبندفع فيه فلوس قد كده يبقى انا عندي لما اعمل شفت غضروف بقت نسبة النجاح 92% وادفع فيه فلوس قد كده يعني هل ده يعقل ده انا مرضهاش لنفسي يعني لو انا تعبان لا مش هدفع انا الفلوس دي في القصة دي اه اعمل تردد حراري ماشي نسبة نجاح 90% عشان اتنين في المية بدل ما ادفع 5000 جنيه ادفع 15 ولا 16000 جنيه لا بنقص شفت الغضروف خالص طب ما شفت الغضروف ده ما احنا قلنا كويس اه كويس بيجيب نسبة نجاح بس فيه نسبة فشل وبرضو الغضروف بيرجع خد بالك احنا قلنا ان الغضروف مش هيروح الغضروف بيرجع هتشيله هيرجع سيبه ينشف لوحده علشان نضمن على الاقل ان هو مش هيقعد كل شوية نطلنا برا قناة النخاء الشاوكي يبقى احنا دلوقتي تمام نقول ايه يا جماعة لو سمحتم شفت الغضروف فانا بطلت عمل شفت الغضروف ليه بقى انا عايز تعمله يا سيدي هو مش وحش انا مقدرش اقول انه وحش ولا اقول انه زميل اللي بيعمله وحش بس انا مش هعمله عايز تعمله وروح بقى الدكتور تاني يعمله لك ليه بقى انا هاخد منك فلوس كتير مش انا يعني تمن الجهاز والمستشفى على ايه يعني ما هو حيرجع تاني الغضروف وحيرد تاني الغضروف يبقى ما فيه لوش دعو الشفت الغضروف لان انا لو انت انا هحط نفسي دايما بحط نفسي مكان المريض نعمل حقن اه اعمل حقن اعمل تردد اه اعمل تردد حلالي طب اعمل شفت الغضروف لا مش مستهلة ده انا لو انا مريض واخوي عملت له حقن وتردد ما عمتلوش شفت الغضروف طيب يبقى خلاص بقى اللي مرضهوش للنفسي مرضهوش للمريض المريض مصر دماغه متركبة كده يا الله يا سيدي على اي دكتور تاني ربنا يبارك لك ويبارك لكم ببعض لكن ما نعملش او انا خلاص بطلت شفت الغضروف مش هنعمل شفت الغضروف ده تاني اه اه حد بيقول البلازمة حقن البلازمة في الركبة حقن البلازمة في الركبة ده بيبني الغضروف والاربطة ولما بنحقن البلازمة بيكون بتجذب الخلاية الجزعية للركبة وكل حاجة ودي بنعملها عندنا في المركز ما فيش اي مشكلة بيقول عملها كم مرة لان انا قلت ان احنا ممكن نعملها مرة واحدة في العمر او مرة كل سنة او في ناس بتعملها مثلا خمس مرات وربعة والله انا هقولك حاجة هو الموضوع كله خاضع للفلوس احنا في بلد فقيرة او في مجتمع فقير يفضل انك تعملها مثلا عشر مرات اه فيه ابحاث بتقول اعملها عشر مرات وانا شايف انك اه هتستفيد بس فلوسها كتير فيه ابحاث تانية بتقولك اعملها مرة كل ستة شهور وفيه ابحاث بتقولك اعملها مرة كل سنة وفيه ابحاث بتقولك اعملها مرة في العمر لو هتجيب نتيجة هتجيب نتيجة من الاول انا عشان احنا في مجتمع غلبان او مجتمع فقير او مجتمع كده فبنقول للناس خلاص انت عملها مرة في العمر وخلينا في المادة الجيلاتينية نعملها كل سنة خلاص ان احنا بنعمل حق نبلازمة بعدها بأسبوعين لجهة بنعمل المادة الجيلاتينية في الرجبة طبعا بجهاز الصنار وبالتعقيم وبنعمل سيولة الدم وكل الحاجات دي فانا اخترت الكلام ده وبقيت اقول له اعمله مرة واحدة في العمر لان انا لو انا قلت له اعملها عشر مرات حيقولك ما هو عايز اخد فلوس في العشر مرات حبقى متهم ليه لان الناس معذورة اتنصب عليها كتير معهاش فلوس كل الكلام ده فانا دايما ميال للناحية الرخيصة وميال لناحية ان انا يمكن العلاج يجيب نتيجة عشان ما حطش نفسي موضع اتهام من الناس لان الناس بقيت بيشكوا في كل حاجة وبيشكوا في الدكاترة وبيشكوا في كل حد معهم حق طبعا يعني برضو نقول معهم حق من كترة ما هم ما تعرضوا للخلاع لكن انا برضو معايا حق احافظ على نفسي ما تحطش مع الخانة مع الدكاترة اللي بيتحقوا على الناس تمام خصوصا ان الناس نفسها بقت عنيفة يعني المريض نفسه بقى عنيف يعني ايه عايز يروح يقعد يتشرط كده انا هخف ولا مش هخف لا مش هتخف السلام عليكم ممشي يا عم انت هتتشرط عليها وانا اللي بخفف ده ربنا سبحانه وتعالى فانا ميال اعملها مرة واحدة لكن لو عملتها عشر مرات انت مستفيد لكن انا مقدرش اقولك اعملها عشر مرات في كل مرة انا هاخد منك فلوس هتفكرني انا اللي بقولك اعمل اعملها عشان اخد فلوس لازم هتشك لازم لازم خلاص القصة دي بقت منتهية ببقاش فيه ثقة بين الناس وبعضيها ومعكو حق انا مش هقدر اقول معكوش حق لان ده كترة كتير بيعملوا الكلام ده كتير كتير بيتحقوا على المريض يقولوا اعمل وعمل وعمل عشان اخد فلوس فانت مش اشمعنا انا اللي هتفكر فيها كويس تمام ففي النهاية انت البلازمة والله لو عملتها عشرين مرة احسن من عشر مرات احسن لكن انا عملتها مرة واحدة وربنا رايد اه وربنا رايد ان انت ترتاح وكل حاجة وتخفه وكده ففي ابحاث بتقول كده وفي ابحاث بتقول كده زي ما نبقى مثلا حدي بيفتيني فتوى في الدين اقول له والله عند ابن حنبل قال كذا ابو حنيفة قال كذا وخلاص واختر اللي انت عايزه خلاص فاهم قصدي ازاي اختر اللي انت استفتي قلبك لكن ممكن تبقى مرة وممكن تبقى كل دوت احنا مر الوقت بينا بسرعة ولازم نخطب حلقتنا بنفكركم بالصفحة بتاعتنا عن فيسبوك المركز المصري لعلاج الالم بنفكركم على القناة بتاعتنا على اليوتيوب محمد يسري باللغة الانجليزية الكتاب بتاعنا تقدروا تتنزلوه مجانا خالص او تقرؤه على النت اللي عايز يعرف اي اسعار او اي حاجة بيبعت لنا رسالة ما يكتبش في تعليق لو سمحته سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته والى الجمعة القادمة ان شاء الله في الرابع عصرا بتوقيت القاهرة نراكم على خير ان شاء الله اشتركوا في القناة